بسم الله الرحمن الرحيم مواطنين الأعزاء داخل تونس وخارجها مناظلي ومناظلات حزب المبادرة الوطنية الدستورية يسعدني اليوم وحنا نحتفل بعيد الأطحى المبارك باش نتقدم لكم كل وكل الشعوب العربية والإسلامية لأحر عبارات التهنئة وأصدق المشاعر ونتمنى لهذه المناسبة لكل حجاجنا الميمين حج مضرور وعودة سليمة إلى أدر وطن هذا العيد يجعلنا نتذكر خاصة شهداء الوطن الأبرى اللي ان شاء الله ندعو لهم دائما بالرحمة وربي صبر أهليهم وندعوه للجرحة بالشفاء العاجل ونتذكر زادة في هذا اليوم أفراد قواتنا الجيش الوطني والأمن الداخلي باش نحييهم في أي موقع وما موجونين فيه وعلى ما يقوموا به من جرد وطفحيات لحماية الوطن وليسلامته وخاصة في هذا الظرف الدقيق والصعب اللي يتمر به بلاي عيدنا اليوم عنده كذلك طابعة خاصة هو لأنه جاء مع انطلاق الحملة الانتقالية التشريعية اللي نتمنىه باش تدور في أحسن الظروف ونطلو الانتخابات وكلنا أمل متفاقل ونطلو بعدها خاصة في عهد جديد تحياتنا بتخلصوا فيه من المرحلة الانتقالية اللي تعيشها بلادنا اليوم ونفتح باب جديد كل محبة وتسامح ومئان بين جميع أفراد شعبنا اللي ندعوه بالمناسبة باش يساهم في نجاح هذه المحطة التاريخية الهامة في تاريخ بلادنا وانا ما نشكش اللي حضورنا في هذه الانتخابات كبيرة وكبيرة ياسر ونرجاع حزبنا يدخل في باب العمل اللي انطلقنا فيه من أبرين ألفين وحداش يعني بعد ثلاثة شهور فقط من الثورة ونفتخر أنه هو أول حزب يتكون في المدة هذه وفي الظروف اللي تعرفوها الكل ونعتزه بمرجعيته دستورية النابعة من المدرسة الإصلاحية الحدثية التونسية نقتنم الفرصة المباركة هذه باش نجد شكري وتقديري لكل من ساهم في تعزيز إشعاع حزبنا في كل أنحاء البلاد واللي سانده وشجعه ودعمه بسيطة جدد التهاني لكافة التونسيين وتونسيات يتورسوا بالخارج وندعو المولى عز وجل باش تتحت جهودنا جهودنا لكل حتى نحقق مع بعضنا اللي يتمح له الشعب التونسي من المستقبل بكل خير ونجاح وأمان وتنمية شاملة في نتاق العدالة الاجتماعية وتتبت معه كل ركائز الجمهورية وهيبة الدولة اللي هي مهمة جداً مع احترام القانون والإنكباب على العمل حيدكم مبروك كل عام أنتم حين خير كان الله في عامنا جميعاً وهو ولي التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة